أستاذ مبروك كورشيد رئيس حزب الراية أستاذ مبروك أهلا بيك يعني تدوينة طرحت أسئلة كثيرة جدا على تويتر لك يعني الغنائم لملطة التعويض لتركيا والضرر لتونس وتقول يعني ثم تدوافع إجرامية في غرقها والوثائق قد تكون مزورة الحقيقة نريد أن نستوضح منك الأمر يعني حولها ربما يكون لديك فعلا معلومات عن هذه السفينة شكرا على كل حال هو الآن الموضوع أصبح يتضح أكثر فأكثر لأنه وقعت ندوة صحفية لطاقم حكومي تونسي توجه إلى مدينة جيابس منذ الأمس في الجنوب التونسي وأصبحت شكوك كبيرة جدا على مصلاقية أو صدقية الرواية الأولى التي قدمها ربان السفينة من أنها أتت من دميات وأنها محملة بالبترول وأنها تتجاه إلى مالطة وقد اضطرتها العاصفة البحرية إلى اللجوء إلى الميناء التونسي هذه الرواية الأولى الآن أتضح أن هذه السفينة ليست من دميات ولم تأتي من دميات وأنها منذ خمسة أيام فقط كانت بمدينة صفاقص وسط تونس وأنها تحركت في الشريط الساحل المحاذي لتونس في اتجاه الجنوب أي في اتجاه الشواطئ الليبية مما يعني أن هذه السفينة كما قلت وأكدت في تدوينتي هي سفينة من السفن التي اتتولى الاستيلاء ونهب البترول الليبي انطلاقا من المنطقة الغربية من الموانئة الغربية لليبيا وهذه الظاهرة متفشية منذ زمن طويل منذ عشر سنوات الآن وأنا أعرف باعتباري محامي وأعرف باعتباري سياسي وأعرف باعتباري أصيل مناطق الجنوب التونسي أن هناك سفن ترسوا بالمتوسط قريب من منطقة الزاوية وزوارة وأنهم يتزودون بكمية كبيرة من النفط الليبي المهرب وأن هذه المادة تهرب إلى مالتا وتهرب إلى جنوب إيطاليا منذ زمن طويل هذا معلوم هذه السفينة التي تحمل علم دولة في وسط إفريقيا لم تغادر المتوسط منذ أشهر أو سنوات لم تغادر المنطقة التي هي قريبة من مالتا ومن شاطئ التونسية هذه السفينة أيضا مشبوهة لأنها هي مملوكة تحت العلم الغينية الاستوائية ومدة كانت تحت يد كاميرون ثم مالكها تركي ولا تنشط إلا في محيط البحر الأبيض المتوسط ولا تمر من قلة السويس أين تخضع السفن إلى رقابة دقيقة يعني كل هذه المؤشرات تؤكد أن هذه السفينة وهي ليست ناقلة نفطية كبيرة معروفة هي سفينة تستغل للإستلاع على النفط الليبي وتهريبه إلى إيطاليا وبيعه أيضا في أعالي البحار لبعض الصفن التي تستهد النفط الليبي دوافع غرقها قد تكون إجرامية يعني أيضا معلومة مهمة جدا هل فعلا تعتقد أن غرقها نعم أكد وزير النقل التونسي اليوم من مدينة جابس أن السفينة لا توجد على متنها كميات بترول أي أنها باعت كميات بترولها أو أوصلتها إلى مكان ما ولا يمكن أن تكون محملة بكمية كبيرة من البترول على متنها ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه سفينة متهالكة سفينة ربما قامت بكثير من القضايا الإجرامية في المتوسط أصبحت شبه مكشوفة التخلص عادة تقع المافيا التي تضرب في البحار والمافيا الدولية تتخلص وتستفيد من التأمينات اليوم وزير النقل التونسي قال أنها سفينة مؤمنة سفينة مؤمنة بمعنى أنه كل هذه الدلال تؤكد أن هناك رغبة في إخفاء هذه السفينة أو إنهاء عملها والاستفادة من التأمين فضلا عن هذا يعني هذه السفينة يعني هي سفينة متهالكة قديمة تحمل علم دولة تنشط باسم دولة أخرى لا تتنقل في المناطق الرقابة وتسير دائما حذو المناطق التي يمكن أن تختفي فيها من الرقابة يعني الشواطئ القريبة لتونس والشواطئ القريبة لليبيا ربما علمهم أن النصوص القانونية في تونس نصد هذه نقطة مهمة النصوص القانونية سيد مبروك أنت تقول معلومات شديدة الأهمية وبالتالي أنا أستوقف هنا وهي فكرة ما هو الحق القانوني للدولة المتشاطئة مع هذه السفينة الغريقة بمعنى هذه السفينة اخترت تونس وشواطئ تونس تغرق عندها المواد القانونية الدولية للمرور البحري لتونس ما هي أحق الدولة هنا حقية تونس والضرر الذي حدث والتلوث وشيء الذي سمعناه أولا أنا أود أن نوضح نقطة هامة جدا هو أن القانون التونسي المحكم في مادة التجارة البحرية يعني قانون لا يعاقب بشدة مثل هذه الأعمال الإجرامية السجن 15 يوم اللي ربين السفينة الذي يرتكبوا هكذا أفعال يعني القانون ساعد بتالي ربما اختيار المكان لضعف العقاب ده هذه نقطة مهمة جدا يعني الخطأ قانون تونسي يعني القانون ليس قانون أي بتالي ربما قد يكونوا اختاروا مطلعين على القوانين وأعطيت لهم نصايح أن غرقها في منطقة قريبة لسواحل التونسية سيجعلها محكومة بالقانون التونسي وربما لا يوجد سجن كبير حسب التكييفات الأولية في القانون الثاني المسألة الدولة التونسية متضررة من هذه العملية متضررة أولا لأن إذا كان ثبت أن هذه السفينة وهي السفينة مارقة على ما يبدو بالمعنى الاستلاح القانوني نعم وهي السفينة تمارس التهريب إذا كان هذه السفينة تدخلت مرارا وتكرارا إلى الموانئ التونسية ومعروفة عند الموانئ التونسية ربما تصنف الموانئ التونسية بأنها موانئ مساعدة للأسف على هكذا تجارة محرمة المسألة الأخيرة وهي مسألة تضرر الدولة التونسية أيضا مرة أخرى هو أن بوليسة التأمين لا نعرف ماذا بها ربما تكون مؤمنة على الغرق ولكن ليست مؤمنة على الأضرار الجانبية للتلوث لأن هذه السفينة ليس معلم بهك سفينة نقل بحري للمواد البترولية بالتالي ربما بوليسة التأمين الدولية لا تكون تشمل أي ما يمكن أن يحدث من مذرة من هذا القبيل هذه مسألة سننتظر تونس الآن ملزمة بأن تمكن تجعل كل إمكانياتها أن توفر كل إمكانياتها حتى لا يقع تسرب بيترولي ثانيا حتى يقع وقد تم إنقاذ الربان وبقية البحارة الملاحة ولكن أيضا للقيام بما يجب لتفادي الاستدام أو ما إلى ذلك بالسلفون الأخرى بها في عرض البحر لأن منطقة الغرق عشرين متر فقط ليست منطقة يعني لازم الأنقاض تشال تتوفيها السفينة في عماق البحار يعني لازم الأنقاض تتشال نعم يعني تونس عليها أن تسبق تونس عليها أن تسبق المال وتنتظر وتنتظر إن كان سيقع التعويض لها الحقيقة وضعية مواصفة وهناك استباحة للمياه الإقليمية واستباحات للمياه الإقليمية العربية خاصة في ليبيا خاصة في ليبيا ثم في تونس والمافيا الدولية مكونة من تركيا هذه المرة من أطراك هذه المرة سيغنمون لا شك لأنهم درسيين الموضوع في اعتقادي سيكون درسيين الموضوع ولديهم بوليس التامين سيأخذون الأموال وسيصرعون من أجل الأموال تخلصوا من السفينة الدولة كما احترامي لكل الدول كما في غينيا الاستوائية يعني دولة بعيدة وربما الوثائق لا تطلع سليمة أصلا وهناك تدهيس الوثائق أيضا في البحر كما موجود في العربات البرية وبالتالي العملية عملية معقدة سأكرر سورة مصور المافيا الدولية التويتر التي نشرتها على تويتر أنت شخصيا الغنيمة لمالطة والتعويض لتركيا والضرر لتونس أنا أشكرك سيد مبروك كرشيد رئيس حزب الراية من تونس شكرا جزيلا لك